بغير ما إخلال بالمعنى مولا أحكام شرعه الذي أناط به هذه الأم ويلي فولدت عن غزالة برو أو تلك التي تحمل على الأمة كرافها أحكى أسماءها المكتوبة اللغة العربية بقلية الآذات اللغة العربية وخطة عديدها والتعليم نفعلنا اليوم العالمي للغة العربية ندل على شيء ندل على ارتباطنا بقرآننا الكريم الذي أنزله الله تعالى لأن هذا القرآن جاء باللغة العربية وهذه المفروض كل مواطن مسلم وكل مواطن مسلم في أنحاء العالم يعني يعتز بهذه اللغة لا يستطيع أحد أن يقول أن هذه اللغة يمتلكها سين من الناس أو غيرها لا بالعكس هذه اللغة لغة القرآن لغة لغة الأم التي نحن نعتز بها ونعتز بالنطق بها إلى جانب ذلك نحن الآن يتكلمون عن الترجمة ويتكلمون عن الترانسليشن وما يدلك من الكلام اللي هو اللغة الإنجليزية نحن لا لا نقول أن نحن لازم نكون أو نخلي لغتنا بمعنى العامي هي اللغة الأم هي اللغة التي نتكلم بها والتي نستطيع بإيصالها لكل المجتمعات الأخرى لكي يتم التعامل بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر